طيب ايه ابرز الحاجات اللي اتعلمتها من مانويل جوزيكا؟ شخصيته شخصيته لا انا مكنتش راحة يعني الناس كلها كانت مفكرة ان انا رايح اتعلم تدريبات لا انا كنت رايح اتعلم شخصيته من المدير الفني دعين المدير الفني خبرات المدير الفني في التعامل وكنت عاوزة اقرب من المسرح يعني متنساش ان كان بيتولى مستر مانويل في الفترة دي كان فيه نجوم كبار مصبوع يعني من الصعب انك تسيطر عليهم صح فالشخصية ديت ازاي ان هي شخصية محبوبة وفي نفس الوقت اللعب يهابه وانت تعلم ده وبيحبه وبيحبه في نفس الوقت تمام وما كانش عنده نوع من التمييز بين اللاعبين مصبوط فانت عشان تكسب النقاط ديت اهم من التدريب يعني عشان ديت بتصنع شخصيتك دي النقاط في شخصية المدرب بتتحط انت بتحطها بتكتسبها مش هتكتسبها الا ما تشوفها عن تجربة وان ازاي اللي قابل منك بيعملها عشان تقدر تقلده علاقته باللعبين علاقته بالاستف تدريبي علاقته بمجلس ادار علاقته بالاعلام علاقته حتى بالعاملين اللي داخل اللي بيساعده في النادي فكات شخصية صراحة بالنسبة لانا شخصية مميزة انا اكتسبت انا اللي فست في الموضوع نقلت لنفسي خبرات في وقت قصير والوقت القصير ده من الفين وخمسة الالفين وعشرة حصل نتاج الوقت ده بطولتين والتالتة اه في خلال خمس سنين احنا اخدنا ثلاث بطولات بالعلاوة على المشاركات المتتالية في بطولات افريقشة وفي سنة من السنين يمكن قبل ما يدعملوا التواني كنا تاني الكمفدرالية ايو كنا تاني الكمفدرالية بس ما كانش فيه تواني بيختاروش تواني بيختاروش تواني سعيد اه فوصلنا مرحلة خمس سنين دول اعتقدروا ما كانوا الافضل لحرص الحل بالزبط يعني فكان نتياج الكلام ده يعني وانا لو كان عندي قدرات ان انا اقدر اتعلم اكتر من كده ما كان كنت اعمل احسن من كده طبعا فيش شك طبعا حتى في الوقت الحالي لابد انك تعمل اف ديت دايما ده مهم جدا لازم يعني حتى مشاهدتنا كانوا دايما يدرسونا في الدراسات التدريبية ان المباريات هي افضل شيء للتعلم اه او افضل هيد كوتش اللي ما بتفرج النهاردة على اليورو انت بتتعلم انت النهاردة دول افضل مدربين على الساحة في اوروبا او اكبر مدربين على الساحة اوروبا تفرج عن مدرسة الايطالية تفرج عن مدرسة الالمانية تفرج عن مدرسة الفرنسية على البرتغلية على الهولندية مدارس وفلسفات النهاردة ما بقاش زي ما انت شايف كده يعني انا لو تفتكر لما جيت نقلت من ثلاثة خمسة اثنين بعد خمسة وعشرين سنة او حقبة كبيرة جدا جدا كانت المسيطرة على عقول الكرة المصرية الاربعة كانت بالنسبة لنا طفرة الناس كلها كنت تكلم ان دي هي دي كرة القدم الحديثة نظبوط اللي في العالم اللي بتتحدث باللسان الكلام النهاردة في اليورو المدارس دي مختلفة بقاش فيه اربعة اربعة اثنين بمشتقطة ولا ثلاثة خمسة اثنين ولا ثلاثة اربعة اثلاثة خلاص كل مدير في الان بيختار فلسفته بيختار استراتيجيته وبيطبقه على اللاعبين عشان يقدر يكسب اه النهاردة اصبح مزيج بين المدارس المختلفة اللي انت تتعلم منه بقيتش عارف تطبق دي لكن الخامة هي اللي بتكبرك النهاردة مستر موسيماني لما فاجئ الجميع في مباراة التراجي باختيار اسلوب تلاثة اربعة تلاثة عشان كده بقولك رجعني ايام مستر مانو الجزي لان دي كانت الطريقة المفضلة فصراحة كانت مناسبة جدا جدا ده مش معناه ان هو يعني ان تريت اربعة اتنين تراثة واحد لكن هو ده الانسب للمباراة دي